عودنا لتحدي مرتبان الأولويات يا جماعة لكن آخر مرة وقفنا عن تس ويفترض فيه أني أرجع أكمل تس قبل ما أختور كتاب جديد أو يمكن ما ألاحق لأنه التحدي لمدة أسبوع آخر مرة قرأت بتس اللي هو كتاب سيرة ذاتية لـ 127 علمته بماركرين أعتقد أني اللون الأخضر الفاتح للكتب اللي مرت بحياة الكاتب واللون الزهر للعبارات اللي كانت تعجبني وهو عم يحكي فأنا أرجع للقراءة وأتمنى أنه الوقت يسعبني أخلص الكتاب وأقدر أختار كتاب جديد بقي يومان للتحدي لكني ستعد إنهاء هذا الكتاب وأعتقد أني اتخذ قراري ما أظنش أني رح أكمل السلسلة الوضع شوي مكركب لأني عم حاول أفرس كتب الفنتازيا للحديثة اللي عندي حتى أصور فيديو خاص بالفنتازيا لكن أعتقد أنه حان الوقت الآن نختار الكتاب القادم هكذا ظهر جيل وصلاح الدين وهكذا عدد القدس هذا هو الكتاب المقصود على بركة الله نبدأ انتهى تحدي مرتبون الأولويات وصلت لصفحة تقريبا 150 من كتاب هكذا ظهر جيل وصلاح الدين وهكذا عدد القدس يعني قرأنا كتاب سيرة تيهتس والقليل من هذا الكتاب الغيروائي والمؤلمي الغاية واللي أنت عم تقرأ وعم بتشوف قديش انحضر المسلمون في تلك الفترة التي سقطت فيها القدس وكنت منزعجة للغاية أنه فيه انحدار أسوأ من الانحدار اللي إحنا عايشين فيه لسه طيب فأعتقد أنه اخي ديارات مرتبون الأولويات كانت موفقة صعبة والكتب ربما لم أكن سأقدم عليها بهذه السهولة طبعا هذا الكتاب أصلا أورادي موجود على قائنتي لأنه هو كتب عن القضية الفلسطينية فرح يتم قراءته في الأشهر القادمة قريبا وبالتدريج أراكم على خير وسلامة في تحدي جديد إذا كنتوا حابين تشوفوا تحدي مرتبون الأولويات المرة الجاي راح يكون هذا التحدي عبر اليوتيوب سلام